احنا اللي همنا بروتين، المعدة عمية، لا ترى المدخول اللي داخل هي في الآخر البروتين بيتحول لأحماض أمينية، المعدة لا ترى إلا الحمض الأميني اللي داخل ولكن الحق يقال أن البروتين اللي مصدره حيواني بيحتوي على كل الأحماض الأمينية الاسسينشال وانا الاسسينشال إنما البروتين النباتي فيه عجز في حمضة أو اتنين عشان كده الذكاء اللبناني والذكاء المصري تلاقي أمهاتنا تعمل فول وتحط عليه عتس فعملت ميكس بالنوعين من البقليات، نوعين من البروتين النباتي عشان اللي ناقص في ده يكمله ده الفول بالحمص اللبناني أذكية الذكاء القديم ده جيد جدا وتزود على الذكاء الذكاء كمان لما نعرف أن البروتين الحيواني مليان حديد وامتصاصه سهل إنما البروتين النباتي حديد وقليل وامتصاصه صعب فأمهاتنا كانت تجيب لك مع طبق الملوخية لمونة مع طبق السبادخ لمونة، مع طبق الفول لمونة لأتاري الحديد يمتص بصورة جيدة من المصادر النباتية في حالة وجود فيتامين سي عشان كده تقصنا القديمة اللي احنا ورسناها والناس مش عارفة هو ليه لما بتروحي تاكل فول يجيب لك نص لمونة آه لازم ده طبق الفول باللمونة بيساعدك تمص حديد وإحنا طلبة في أبو الريش كنا بندي الأمهات الحوامل اللي هما مش قادرين يأكلوا لحمة يعمل لهم شربة أو ملوخية بمية الفول النابت كمية حديد وكمية بروتين محترمة جدا ورخيصة جدا وجيدة جدا البروتين الحيواني يشمل البيض ويشمل الجبنة مش لازم اللحمة والفراخ البروتين النباتي كل البقليات بس اعملوا ميكسات للي عايز يحافظ علىك أو لو مش عايز تعمل ميكسات كلت النهاردة فول بكرة كلت حمص بعده كلت ترمس بعده فنوع من خيارات ربنا يعني ممكن طبق الفول معه بيضة مثلا ولازم طبق الفول معصور عليه لمون بس هنا الفول والبيض البيض بروتين حيواني ففيه كل حاجة الفول بروتين نباتي احنا هنا بنتكلم على تغذية مش بنتكلم على تخسيس لان لو بنتكلم على تخسيس لها شروط اخرى بشكل تاني هنتكلم على تغذية انما بنقول كل حاجة خلقها ربنا فيها قيمتها الغذائية الكاملة لوحدها كنت قلت مع حديثك قبل كده احنا بقى بنحبش ولا نرغب وحتى لما بنسمع حد بيحاول يعدل على حاجة خلقها ربنا بنقول لا يعني اللي يقول لك كل البيض ما تكلشي الصفار بنقول له لا يقول لك كل لبن خالد دسم او كل زبادي خالي بلاش الكامل وانا ما عنديش مشكلة خالص اقول له لا طالعا ما عنديش ما يمنع فكل الحاجة زي ما ربنا خلقها وبلاش نجود في المعلومات